وم Julie Street رأس صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقر الجلسة الاعتهادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القادل الأعلى النابل أول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر لقضابية صباح اليوم وعقب الجلسة أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهمية الزيارات التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة إلى الدول الشقيقة والصديقة ومنها زيارة جلالته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة التي يلتقي خلالها مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يطالع به جلالة العاهل المفدة في زيادة أفاق التنسيق العربي حيال التطورات الإقليمية والدولية متمنيا سموه لجلالة الملك المفدة وإخوانه القادة العرب التوفيق في أعمال القمة العربية التي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في دورتها الثامنة والعشرين وأن تكون هذه القمة معززة للتعاون العربي ودافع للعمل العربي المشترك فمجريات الأحداث وتتابعها وتبعياتها ومتطلبات المرحلة تستوجب عملا عربيا تنسيقيا وتكامليا وأثناء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود الأجهزة الأمنية التي تمكنت من القبض على خلية إرهابية كانت تستهدف زعزعة الأمن في البلاد حيث خططت وشرعت في تنفيذ أعمال إرهابية استهدفت اغتيال شخصيات هامة بالدولة وتنفيذ عملية ضد رتل من آليات الأمن العام ومهاجمة أهداف حيوية في البلاد مثنيا سموه على الخطوات الاستباقية الموفقة للأجهزة الأمنية التي حالت دون تمكن هذه الخلية من تحقيق غاياتها وأنه بفضل تضافر جهود الجميع ووعي الأجهزة الأمنية ويقضتها ستكون البحرين بإذن الله دائما آمنة ومستقرة معربا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية وزيرا ومنتسبين وللأجهزة الأمنية ومنسوبها على دورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للإرهاب بعدها دان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشدة الحادثة الإرهابية الذي وقع بالقرب من المرلمان البريطاني معربا سموه عن خالص التعازي لأسر الضحايا والحكومة والشعب البريطاني الصديق مؤكدا سموه على موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتأيدها للإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة الصديقة لحماية أمنها واستقرارها بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تعزيز استفادة مملكة البحرين من الاتفاقيات الخليجية التي تفتح المجال أمام إقامة أنشطة مالية وتجارية بدول مجلس التعاون وكلف السموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص لتقديم أوجه الدعم والمساندة للشركات والمصارف الوطنية لتسهيل فتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولتعظيم حركة الشراء خلال المعارض المختلفة التي تقام على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات فقد تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتطوير آلية البيع وتبسيط إجراءاتها أثناء إقامة المعارض والفعاليات في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي أولا بارك صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء النتائج التي تحققت على صعيد العمل بالإطار الموحد للمرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثانية المحدثة وأثناء على جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء موجها سموه كافة الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصه بتنفيذ البرامج التي اجتمل عليها الإطار أعلى وذلك بعد إطلاع صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس على ما تم تنفيذه بشأن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية منذ انطلاقته وحتى نهاية العام 2016 بالإضافة إلى البرامج المحدثة التي اقترحت اللجنة التنسيقية إضافتها ضمن الإطار الموحد للمشاريع الحكومية ذات الأولوية علما بأنه تم تنفيذه 15 مبادرة من أصل 22 وأن بقية المبادرات تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة فيما تمت إضافة 15 برنامجا جديدا في الإطار المحدث حسب المحاور الستة الرئيسية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة وتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ثانيا وافق مجلس الوزراء على أطلاق الخطة الوطنية لللؤلؤ الطبيعية التي اعتمدتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهنة بالقائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي تهدف إلى جعل مملكة البحرين مركزا عالميا في مجال فحص اللؤلؤ الطبيعي ومن المراكز الرائدة دوليا في مجال صيد وإنتاج اللؤلؤ الطبيعي بالشكل الذي ينمي قطاع السياحة ويروج لعملية استخراج اللؤلؤ الطبيعي كجزء من التراث البحريني ووافق المجلس ضمن هذا السياق على عدد من مشروعات القرارات الوزرية بتحديد مناطق محمية يسمح فيها بممارسة بعض الأنشطة مثل جمع المحار ويحضر فيها الردم والتجريف البحري كما وفق المجلس على مشروع قرار ينظم الصيدة واستخراج اللؤلؤ ومشروع قرار آخر بشأن تنظيم نشاط الرحلات السياحية البحرية الداخلية ثالثا وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار قدمه سعادة وزير المواصلات والاتصالات لتعديل اللائحة التنظيمية بشأن الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم الاتصالات على التراخيص والخدمات الأخرى رابعا حال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية مشروع قرار قدمته سعادة وزيرة الصحة بشأن تنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم خامسا وفق مجلس الوزراء من حيث المبدع على مقترح قدمه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة لإقامة فعالية للتسوق والترفيه خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة القطاع الخاص ووجه المجلس إلى استمزاج رأي غرفة تجارة والصناعة البحرين باعتبارها جهة ذات علاقة واختصاص سادسا بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة من بينها ما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية من صندوق العمل التمكين والالتزام بما جاء في برنامج عامل الحكومة ووافق المجلس على توصية اللجنة الوزرية للشؤون القانونية بخصوصها